موسيقى صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم في أول حلقات برنامج أول بداية النهاردة أولى حلقات برنامجنا جديد أول بداية ويسعدني طبعا أن أنا أفتتح معاكم بداية البرنامج مع ضيف عزيز وصديق شخص قريب جدا مني اللي هيكلمنا النهاردة عن الطرق الصحيحة والمفاهيم الخاطئة اللي الناس بتستعملها في تنظيف أسنانك معنا النهاردة الدكتور محمد طلعت خبير تقويم الأسنان وجراحات اللسة صباح الخير دكتور محمد صباح الخير أسلام برحب بيك وبشكرك على الدعوة النطيفة دي وبتمنى لك التوفيق ولكل مشاهديك ومشاهدي قناة الصحة والجمع دكتور صعداء المهاردة بوجودك معنا في قولة حلقات برنامجنا المهاردة وأول فقرة كمان في البرنامج أنا مبسوط أن دي حاجة كويسة وإن شاء الله تكون بداية مبشرة ومدية خير إن شاء الله ودائما تكون في تفوق من الجاهل بإذن الله طبعا دكتور إحنا النهاردة بما أننا هنتكلم عن المفاهيم الخطأ اللي بيستخدمها بعض الناس أو الناس عموما في تنظيف أسنانهم أو في التعامل مع الأسنان عموما بس خلينا قبل ما نبدأ في الخرافات أو اللي الناس بتقوله عموما بدون استشارة الطبيب خلينا نتكلم الأول نبدأها من البداية كده من أول الأطفال والردع طيب أنا هاخد من كلام حضرتك هو في نقطتين حضرتك أسرتهم إيه هم النقطتين؟ يعني أنا بشكرك على اختيار الموضوع وبشكر فريل إعداد بصراحة لأن الموضوع ده ما بياخدش أهميته قوي عندنا في مصر خصوصا معظم اللي بيطلع يتكلم أو معظم اللي بيناقش بيناقش أحدث الطرق في علاق كذا أحدث الطرق في علاق كذا أنا مش عايز كده أنا عايز أطلع أوصل رسالة إنما إن أنا ما وصلش لمرحلة إن أنا خلاص بعالج أنا عايز الوقاية خير من العلاق عايز أحافظ الأول في نفس الوقت في بعض بقى هنتعرف عندنا المصريين ما شاء الله خزعبلات وخرافات وافتكاسات في يعني أو بعض المفاهيم الخاطئة اللي احنا عايزين نوضحها إن دي مش صح بقى بيجي لنا العيادة ما شاء الله يعني اللي بيغسل أسنانه بفحم اللي بيحاجات كتيرة هنقشها النهاردة النقطة التانية النقطة التانية اللي حضرتك أسرتها اللي نبدأ فيها دي نقطة كويسة جدا خصوصا الأطفال والردع نحن نجيبها بقى من البداية بقى انتباعها حط وخط نجيب الموضوع من وصوله أو من جزوره زي ما بيقوله عندنا طب الأطفال والردع لازم إن أهليهم يقولهم عناية كبيرة ليه؟ لأن الإنسان في الأول بيتولد بأسنان لبنية أسنان اللبنية دي بتبدل وبتتغير بعد فترة كل سنة وكل درس معين في فم الإنسان بيغير عند مرحلة معينة طيب تمام نبدأ أن احنا نشوف هنعتني بها إزاي أو الأهالي هيهتموا بأسنان أطفالهم إزاي في البداية لازم بعد كل عملية رضاعة إن الأم تنظف فم أو بق ابنها بكل بساطة خالص هتقول لي هتخسله بفرشة ومعجون ده لسه رضيع لأ لازم بعد كل واجبة أو بعد كل عملية رضاعة إن هي تنظف أسنان ابنها وهقول لحضرتك إزاي وهوضح للمشاهدين طيب على الأقل مرتي مرة الصبح ومرة بالليل طيب هتعمل ده إزاي أستاذ الإسلام هتعمل ده قطعة قماش أو حتة قماش ما تكونش خشنة قوي حاجة حاجة بسيطة وتكون تبلها مية وتنظفها ليه بقى؟ لأن البقء ده بيحتوي على ملايين من البكتيريا طب فأنا عايز يعني أهيأ بيئة كويسة إن الأسنان تطلع فيها مش عايزها تطلع في بيئة ووسط مليء بالبكتيريا فأنا عايز إن هي تطلع في وسط كويس فبقطعة قماش زي ما قلنا بعد كل واجبة أو بعد كل عملية رضاعة رضاعة أو كان طيب نيجي بقى الأطفال أعمل إيه معهم؟ الأطفال في حاجة مهمة أو فيه فرش أسنان للأطفال وفيه معجون أسنان للأطفال شغل بقى أنه هو معجون أسنان واحد والبيت كله بيستعمله ده ما ينفعش من هنا لحد عندك هنا تمام؟ ده ما ينفعش إطلاقا ودي حاجة إحنا مش بنقولها هباءا أو مش بنوضحها هباءا لا ده فيه مشاكل صحية كبيرة قوي بتحصل من ده من إن هي نوع معجون واحد نوع معجون واحد هقول لحضرتك على حاجة المعجون بيكون فيه مادة اسمها مادة الفلورايد مادة الفلورايد دي مادة مهمة مادة كويسة بتقلل عملية التسوس وبتحفظ أن البكتيريا ما تبقاش موجودة في البقء بشكل كبير وهقول لحضرتك إزاي ولكن الأطفال خصوصا قبل سن ثلاث سنين ممنوع إن هم يستعملوا معجون الأسنان الكبار اللي هو إحنا بنستعمله وممنوع إن هم يستعملوا معجون أسنان في مادة الفلورايد خالص قبل سن ثلاث سنين هراك عارف إن أول أول سنة بتبدأ تظهر في البقء من عند ست سبع شهور الأم بقى خايفة على ابنها وعايزة إن هي تتحافظ على أسنانه وعلى فمه لأ أجيب له معجون وفرشة لأ ممكن حضرتك المعجون ما يكونش فيه مادة الفلورايد خالص طيب ليه؟ مادة الفلورايد دي ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا ممكن تعمل مشاكل في المعدة ممكن تعمل مشاكل في الجهاز العصبي في المخ ممكن تسبب توصل لضمار المخ ضرور جانبية طوال آه مادة الفلورايد لو استخدمتها قبل ثلاث سنين ودائما إن أنا أشيل المعجون الأسنان بتاعي بعيدة عنه لأنه ممكن الطفل ما بيقدرش يضحك ممكن يبلع يحصل لهم المشاكل اللي احنا بنقول عليها دي جامعة هارفورد نشر البحث البحث إن هو بيقلل معدل الزكاة لو هو ابتالع دي طيب افترضنا إن كان في شوية إهمال أو مش شوية إهمال أو طفل انت عارف أطفالنا المصريين طيب طفل تبلع أي حاجة ويستطعمها افترضنا إنه أبلعه خلاص كده هنسيبه يحصل اللي حصل أكيد لأ طبعا في الحالة دي بإن إحنا لازم ياخد لبن سواء لبن سادي أمه أو ياخد أي لبن لبن بقري لبن صناعي لأن المادة الفلورايد بترتبط في المعدة باللبن وما يحصلش مشكلة تمام؟ دي في البداية بالنسبة طب بعد ثلاث سنين اتكلمنا على قبل ثلاث سنين في معجون أسنان للأطفال للأطفال هجيب له فرشة لذيذة عليها أشكال حلوة وابا هنشوف فرشة صغيرة أهم حاجة يكون الرأس بتاعتها صغيرة مش كبيرة وحاجة اسمها صوفت براش تكون فرشة اللي بريستل الشعيرات بتاعتها نعمة ما تسبب ليش جرحة أو تسبب لي التهابات ممكن نشوف الصورة حضرتك بعت الصور بتاعت الفرشة دي ممكن لصورة الفرشة ماشي تمام أسنان الأطفال زي ما أقول لحضرتك فرشة صغيرة وفرشة لطيفة البريستل بتاعتها نعمة ما تسبب ليش مشكلة تمام؟ ومعجون أسنان أطفال لأن نسبة الفلوريد ما تكونش علي يعني مش زي ما قلنا هو عبوة عبوة واحدة وكل استخدام دي ممكن الفرشة على الهوة دي ده بالنسبة الفرش لأ مش دي فرشة أنا جاي فرشة اللسان دي عشان هنوضحها في طريق الغسيل أسنان ده بالنسبة للأطفال ده بعد ثلاث سنين لحد ستنس بعد طب أروح للدكتور إمتى بقى أنا كأم أو كأب أو أهل الدكتور أروح للدكتور إمتى أنا ممكن أروح للدكتور من قبل ما أول سن تطلع للمريض للطفل أو مع أزهور أول سن تي حاجة عايزة أوضحها إن النجاح بالنسبة لمريض الأسنان يختلف عن نجاح الدكتور طبيبي الأسنان كويس جدا إزاي بقى طبيبي الأسنان نجاح بتاعه ده قصة ونجاح المريض قصة تانية نجاح بالنسبة للمريض إن أنا حس إن ما فيش قلم طبعاً وده أكبر نجاح وده أكبر حاجة هو محتاجة للمريض أصلاً ده ثقافة شائعة منتشرة طبعاً أنا عايز ما حسش بقلم أي أنكها تمام لأن النجاح بالنسبة لطبيبي الأسنان حاجات تانية كتير لازم نجاح الوظيفة اللي هو المضغو والأكل وإنت عارف حراك إن الأسنان دي ممكن تعمل لك مشاكل كبيرة جداً عسرة هضم ومشاكل كتير جداً تحتاج حلقات عشان نوضحها إنما الوظيفة المظهر الجمالي أشياء كتيرة دي بتعني النجاح بالنسبة لطبيبي الأسنان إنما النجاح للنجاح بالنسبة مش حاسس بألم يبقى خلاص فده غلط فإحنا عايزين نغير الثقافة دي وأتمنى أن نكون سبب في كده عشان كده النهاردة كان موضوع الحلقة ده أنا يعني موضوع جميل وسعيد جداً باختيار الموضوع ده طيب نيجي بقى لجزء التاني من الموضوع بتاعنا اللي هو موضوع الخرافات طبعاً إحنا كشعب مصر إحنا بيننا وبين بعض كده بنوصف لبعض وصفات طبية بيننا وبين بعض تمام؟ ما بنلجأش للدكتور منها مثلاً ييجي يقولك درسك واجعك يقولك حط على إسبرينة تمام؟ ده حاجة من ضمن الأخطاء اللي إحنا بنسمعها أو كلام اللي إحنا بنتدول به مع بعض تمام فياردت وضح لنا النقطة دي إحنا الشعب المصري كم شخصه دلوقتي عشان مش متابعه؟ والله يوم تقريباً عدوا المئة مليون إحنا ما بنعدش عدنا المئة مليون تسعة وتسعين وتسعة من عشرة ده كترة تمام؟ ده كترة أسنان وده كترة بطنة إحنا جماعة تخصصها آه ما شاء الله عليه ده الواحد دي بقى منهم بكذا تخصص أصلا آه يعني ما شاء الله إحنا علم في كل حاجة فإحنا نفكر كده الحاجة اللي حضراتك قلت عليها أنا دلوقتي كشخص درس تعبني أو حاجة يقولك حط إسبرينة أو حط أي مسكن على درسك خطأ إطلاقاً 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 تعملش حاجة ليه بقى؟ غير إنها ما بتعملش حاجة مش عشان ما بتعملش حاجة هتسبب لي التهف باللسك وهتسبب لي مشكلة أكبر فأنا بقى بقى لك حاجة لأ ده أنا عملت قرحة وعملت التهف باللسك عندي عملت مشاكل بواسط حاجات تانية طب لأ لما تاخد المسكن ده خده وروح اكشف عند الدكتور يعني أنا ما بقولكش خده ووسكت لأ إنت لازم تروح للدكتور حاجة تهدي الوجع شوية أو الألم شوية الغالي ما تروح للدكتور تبع عنه يعني أنا مش عايز تستنى أو ما هي ممكن تهدي الوجع وخلاص أنا مش هروح لأ إنت لازم تروح وتستشير الدكتور فدي حاجة غلط ودي حاجة متشرة بنشوفها باستمرار في العيادة طيب تمام فيه برضو من ضمن الأخطاء حضرتك إن واحد يقول لك يستخدم فرشة خشنة على قد ما الفرشة تبقى خشنة على قد ما أنت بتعمل سنانك توقع الجير اللي عليها ويعني كل ما الفرشة تبقى خشنة يعني يستخدمها زي الصنفرة أو بالنسبة لموضوع الفرشة ده يعني موضوع شائق وبالنسبة لموضوع قسير الأسنان كمان موضوع الفرشة فيه أنواع من فرش الأسنان فرشة الأسنان الخشنة اللي هي الشعيراب تعتها خشنة دي وأستخدمها ولا أستخدم الفرشة النعمة ولا أستخدم الفرشة الوسط دي هتقوم بالغرض وهتنظف الأسنان ودي هتقوم بالغرض ودي هتقوم بالغرض بس دي ممكن تعمل حاجة وتنظف دي ممكن تنظف بس وتقضي الوظيفة اللي أنا عايزة أنا والصح من مشجيين استخدام الفرشة السيمبل البسيطة خالص الفرشة النعمة استخدام الفرشة الخشنة بياكل طبقة وانت عارف ان حضرتك اللي بيجي يخسل أسنانك بيعمل بريجر رهيب وبيعمل ضغط رهيب على أسنانه فهيعمل لي برضو التهابات في اللاسة هيعمل لي جرع هيشيل طبقة من مينة احنا عندنا الأسنان زي ما هوضح لحضرتك معنا في الصور بتتكون من ثلاث طبقات هيشيل لي أول طبقة والطبقة دي مهمة الطبقة دي عاملة زي ما بقولنا حراك زي الإزاز بس زي زي الإزاز هي من أقوى أو تكاد تكون أقوى خلايا الجسم بس بشرط ان يكون معمول لها حاجة اسمها سبورت دعامة يعني الإزاز ده لو محطوط على الترابيزة وفيه لطلع وقف فوق لو عربية عدت من عليه مش هكسر عشان فيه حاجة عاملة له سبورت عشان فيه دعامة إنما لو فيه أنه هو واقف كده وما فيش حاجة عاملة له دعامة وخبطه خبطة بسيطة هيتكسر فدي أول طبقة الطبقة اللي بعديها اللي هي الدنتين أو العاج دي حساسة جدا بقى فأنا مش عايز أكل طبقة من طبقات الأسنان فعلشان كده بقول إن إحنا نستخدم الفورشة السيمبل بتلاقي فرش شعيرات عالية وشعيرات واطية فرشة السيمبل أحسن حاجة وما فيش أحسن منها الصفت اللي هي شعيراتها نعمة ما تسبب ليش مشكلة طب الفورشة بيجي فرش بأشكال مختلفة فرشة بعض الشعيرات بتاعتها عالية وشعيرات واطية دي كلها افتكاسات وطرق تسوقية من منتجات لا هي الفورشة الشعيرات بتاعتها نساوية كلها فرشة نعمة لما جاء غسل الأسنان طبيعي في أول مرة هينزل دم أو هينزل حاجة ما أوقفش وزي ما هنوضح برضو طريقة غسيل الأسنان صح لأن معظم أو يكاد يكون نسبة كبيرة جدا يكاد يكون إن فيه دا كترة ما بتعرفش تغسل الأسنانها أصلا فهنوضح النهار دا إن شاء الله نغسل الأسنانها إزاي دا بالنسبة للفورشة الخشنة ولا النعمة برضو من نسبة أغلب نسبة الشعب المصري مدخنين فطبعا التدخين حضرتك بيأثر بتأثير السلبة على السنان بتسود طبعا أو على حسب ما حضرتكو بتقوله المصطلحات الطبية بتاعتكو فيجي يقولك طي بيستخدم المبيت دهوت هاتو مثلا ثلاث مرات في اليوم أربع مرات في اليوم أو يروح للصيدلاء يقوله عليك هزاي يقوله ثلاث أربع مرات في اليوم طبعا دا بدون اللجوء للطبيب برضو بدون اللجوء للطبيب الأسنان عندنا في محلات العطارة بتلاقي وصفة طبيب الأسنان وصفة مش عارف إيه الأسنان وصفة إيه العلاج السحري دا احنا هنشأل بلك أسنانك في محلات العطارة ومشاء الله بيجي لي وصفات رهيبة دا أنا يا دكتور بعمل فراولة على بيكنج بودر وبعمل وببيض طب أنا بعمل بجير بعمل وصفات الطبيب دي أوعى 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 إطلاقا تستخدمها إلا عند دكتور الأسنان وهو يكون وصفها لك أو يكون الطبيب عند دكتور الأسنان هي بتعمل إيه؟ هي بتبيض فترة بتبيض أول مرة ليه؟ علشان أنا شلت أو كحد طبقة من المينة اللي احنا قلنا عليها اللي هي طبقة الإنامل اللي هي أول حاجة طيب تخيل أن أنا عندي طبقة يعني ملساء خالص وجيت أن أنا شعيرات صغيرة أو نقص صغيرة كده باعوا دكتور فبدل الحيطة بدل ما هي بتكون نعمة بيكون فيها إيه؟ طبعا بورز وفوحة صغيرة كده فبقتش نعمة فبعد فترة هتلاقيها صفرت وبقت أصعب وأوحش من الأول بكتير يعني هي هتجيب نتيجة أول مرة بس أنا بعد كده خلاص فهضطر أن أنا بقى هروح أصرف وعمل تركيبات وعمل حاجات علشان أرجع أسناني فالخلطات دي بكل المقيس بالو من بلو الزمن اللي بتقابلنا طيب هل تسوس الأسنان ده مثلا له أسبابه رصية زيه زي أي أمراض تانية أو تعب الأسنان هل له أمراض أسبابه رصية أو له علاقة بالأمراض الورصية وكلام من ده؟ طيب اسمعني هنقول لحضورك حاجة صب التسوس الأسنان بيجي لنا مرضى العيادة يا دكتور ده أنا جدي 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 وستي وخالتي وغالدي آه الثامة كان عندهم أسنان كتير بتسوس وكده ودي حاجة ورصية أنا ورصة قولا قاطعا تسوس الأسنان مش حاجة ورصية لأن إيه اللي بيسبب تسوس الأسنان؟ البواي الأكل البكتيريا اللي بتطلع الحمض اللي بيطلع بيأكل في طبقات الأسنان فمش حاجة جينية أنا مش مولود على جيناتي بكتيريا في ناس بتعتقد أنا ماهتمتش ممكن يكون جدك ما كانش بيهتم بيهتم آه لا هي مالوش حاجة ورصية التسوس الأسنان مش وراصي قولا قاطعا ما فيش حاجة ورصية ممكن يكون حاجة تانية كده مرض معين ولكن هو مش وراصي حاجة اسمهران بنت جريس في البقء كله إن هو منتشر في البقء كله نتيجة حاجات معينة دي إنما مش وراصي إن التسوس مثلا عندي درسه معين والدي أو والدتي أو خالي أو خالتي كانوا مولودين بالتسوس فأنا هتولد بنفس التسوس ونفس الدرسه والكلام ده المشكلة إن فيه كتير تيجي تتكلم معهم يقولك إيه لا ده زمان حد عندك في العيلة كان كده زمان مش عارف إيه لا فأصبح إن هو كل الأمراض الوقت اللي موجودة عند الناس لا ده كل بيرجع على الأسباب ورصية علشان كده أنا يعني اتبسطت جدا لما ده كان موضوع حلقتنا النهاردة لإن مش ناس كتير بتتكلم فيه كله بيهتم بالشقاء بالحاجات الحديثة وبكده لا أنا عايز أزرع ثقافة معينة عند الناس أنا عايز من أول ما يكون طفل لحد ما يجبر أنا عايز ثقافة معينة أنا عايز أغير مفهول لا تناب أسنانه من أول هو طفل رضيع غاية ما يبقى شاب كبير أو راجل أو كأيا جاهل بالضبط أنا عايز أغير ثقافة عن الأسنان عايز أشيل بعض الخزعبلات والخرافات والافتكاسات دي طيب هو تنظيف الأسنان عموما بالطرق الصحيحة استحال يشيل طبقة من الأسنان تمام؟ ولا الطرق اللي هي الغير صحيحة طيب صحيح التنظيف بالطريقة الصحيحة يشيل طبقة من الأسنان فيه مسمى يعني تقصد أن أنا أنظف عند دكتور الأسنان سناني تمام؟ هيشيل طبقة ده حاجة يعني إحنا بنسمعها بطريقة تانية من المرض إزاي؟ بيقول أنا رحت عملت تنظيف جير أو رحت عملت نظفت أسناني وحست أن أسناني طولت وهتقع وهبوز يعني خلق ده الدكتور شلي أجزاء من أسناني أو شلي طبقات من أسناني ده أكتر حاجة بنسمعها يوميا بصل يا تسليم في البداية خالص اللي بيكون فيه بكترية في البق ما باهتمش بنظافة أسناني ما بغسلش أو ما بغسلش بالطريقة الصح فإيه اللي بيحصل؟ البكتوري دي بتفضل تكلس تتجلس ويعني تترسب وتكون لي كتا الجيرية حوالين الأسنان معنا صور للكتر دي ممكن نعرضها بتكون لي الكتا الجيرية دي حوالين الأسنان طيب إيه خطورتها أو إيه مشكلتها؟ الكتا لما بتتكون تخيل إن السنة أو الدرس بتاع حضرتك موجود وحواليها عظم من كل الاتجاهات تمام؟ ومغط العظم اللثة ما بين السنة والعظم ماسك اللثة بالعظم الأسنان بالعظم أربطها تمام؟ الكتا الجريية دي تكونت الكتا الجريية دي بتعمل إيه؟ أولا ريح تبق ما أقول لكش ريح تبق وحشة جدا تمام؟ التهابات رهيبة ممكن الشخص هو بيأكل لو نلقم ناشفة لو أي حاجة شكته كده دم نازل تمام؟ بتأكل العظم اللي حوالين الأسنان وبتخلي مستولثة يتراجع يعني بدل ما هي عند level معين لأ هي تفضل تنزل مستولثة هينحصر وينزل ويتراجع وبعدين إن هو العظم اللي حوالين الأسنان يتاكل تمام؟ ويتكشف جزور الأسنان أو أنا جاي نظف بقى أكشف جزور الأسنان وجزور الأسنان مش متغطية بطبقة زي الإنمل إن هي مش هتقفى هتعمل لي حساسية في الأسنان تمام؟ طب أنا أتخيل معي إن العظم اللي حوالين الأسنان يتاكل إيه اللي هيحصل؟ خلاص كده الدرس وقع أو سلوه؟ اللي هو خلاص بقى ضعيف ضعفته جدا وده هيبان في الصور لما مستوى العظم ومستوى اللي سنزل أنا خلاص ما بقيتش الحاجة اللي مسك الأسنان ما بقيتش مسكها فهو من هنا جات الفكرة إن أنا بعد لما شيل الجير أو بعد لما نظفه المريض بيقول ده انتشلت أجزاء من سناني وده حاجة منتشرة جدا وده حاجة لازم إن احنا نكون فاهمينها إن ده يعني لا خالص إحنا بنشيل الجير وبنشيل الحاجات عشان نحاول إن احنا نرجع بنظافة الفم ونرجع بالأورى الهيجين كويس ونعمل لك نظام أو بلان طبعا حاجة لتقول الأسنان وكلام ده أو تعديل الأسنان اللي هيكل الأسنان كله من أول وجديد آه اللي هو فهو ده بالزبط كده إن أنا رحت لدكتور الأسنان ده شلي أجزاء من أسناني ده خالص هو زي ما قلت حرق كده ومشكلة كبيرة بقى المشكلة الأسنان من نفسها بقاش فيها تسوش عدم ثقافة الشعب برضو مش في دماغه إن هو كده أنت بشلت له جزء من الأسنان هو برضو ملومش على ليه يعني ملومش على الناس قوي هو مفصل عدم الثقافة بس آه ملومش عليهم لأنه ما فيش يعني ده هو مثلا فيه دور على الإعلام كبير الممثل بيطلع في الفيلم أو في المسلسل بيقوم الصبح يخسل الأسنان بتلايه بيخسله بطريقة غلط مبدئية فالمشاهد اللي قاعد بيكتسب الطريقة دي تمام فالإعلام والميديا وفيه دور كبير لازم يكون فيه دور توعوي تمام بيقوم بالميديا والإعلام بشكل كبير طبعا نستغل فرصة وجود حضرتك معنا وتكلمنا عن طريقة غسيل الأسنان طيب طريقة غسيل الأسنان عايز أقول لحرك حاجة في طريقة غسيل الأسنان أنت بتغسل أسنانك إزاي؟ قول لي تمام والله في الفرشة برضو زينا زينا استنى تاني معلش الكاميرا كده طبعا بالفرشة زينا زي الناس طيب تمام بالفرشة زينا زي الناس نفسه عايزينها سريعا بعد إزنا أنا عايز أنا عايز أنا عايز أطبق غرامة وحبس ست شهر على الناس اللي بيغسلوا أسنانهم غلط اه ما هو احنا لازم نسقف لازم بكل الطرق لأ أنا بأذر طبعا معظم معظم الناس أو مش معظمهم دلوقتي بدأنا أن الثقافة بتاعتنا تعلى طريقة دي أسنان الصحة في طرق كتير جدا ولكن أبسطها وأسهلها اللي أنا أقول لحرارك عليها دلوقتي المفروض الناس كلها تغسل بها لأنها أبسط حاجة وأسهل حاجة وإن شاء الله في حلقات تانية ممكن نبقى نمثلها على الهوى للناس حرارك قلت كده هدي الحرارك مثال بسيط عشان حضرتك تكون يعني واصل لكل المشاهدين إزاي أنا لو عندي شوية كناسة أو شوية وساخة في قوضة مثلا هاعد أعملهم زي ما أنت عملت كده وقعد أديب كل شوية في كورنر ولا أخدهم على برة أخدهم على برة أخدهم على برة ناحية الباب فهي نفس الفكرة أنا عندي بواي أكل وعندي بكتيريا وحاجات لو قعدت عملت كده أنا بدل ما هم موجودين على الطبقة راحوا ما بين الأسنان ما بين الأسنان سوس أنا ما طلعتهمش بره فهعمل إزاي سريعا هقف كده بس مش هعمل كده الحركة دي مش هعمل أنا الزاوية بين أسناني وبين الفرشة 90 درجة لأ أنا أخليها 45 درجة وأبدأ أن أنا أغسل في اتجاه نمو الأسنان كده بقت 45 درجة مثلا وبعدين أنزل كده اللي تحت تمام واللي تحت كده العكس والدروس الخلفية هقفل الخد شوية عشان أعرف أدخل الفرشة وقلنا فرشة صوفت وأن أنا أبدأ نفس الكلام في اتجاه نمو الأسنان بالنسبة بقى الحاجة تانية معجون الأسنان ما شاء الله إحنا بنشوف شركات الدعاية وهي بتعمل معجون الأسنان بتحط كمية كبيرة لأ معجون الأسنان أحط حجم حباية البسلة زي ما بنقول دي أحلى حاجة وده الصح إحنا صعداء طبعا بوجودك معنا وكلام مع حضرتك كتير والموضوع كبير جدا وطبعا محتاج أكتر من وقت وكتر من حلقة وإحنا بنشكر حضرتك جدا على المعلومات القائمة اللي حضرتك ادتها لنا تمام وبإذن الله لنا مقابلات تانية وحلقات تانية بإذن الله أنا أسعيد أن أكونت معكم النهارة شكرا جدا نخرج فاصل ورجعين ننتظرون ترجمة نانسي قنقر